السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم فيديو خاص بالحديث عن غدة البروستات التي تعد بمثابة غدة الرجل عند الرجال لهذا أخي الرجل سأعطيك طرق الحفاظ عليها طرق الحفاظ عليها من التدخم فإذا كنت تعاني أو لا تعاني من مشاكل البروستات فهذا الفيديو يهمك وحتى أنت أيته الزوجة إذا كنت تحبين زوجك فهذا الفيديو يهمك كذلك أخي الرجل إذا كنت تستيقض في الليل عدة مرات من أجل التبول فالجسم ينبهك ويعطيك انضارا يجب عليك معرفة السبب فهناك ثلاث أسباب ممكن أن تجعلك تستيقض في الليل للتبول ثلاث أسباب السبب الأول هو احتمال وجود مرض السكر جهاز غياس السكر الحمد لله أصبح موجودا فقط في الصدليات عشرة دلاهي تفي بالغرض وإذا كان السكر جيدا نسبة السكر الموجودة في الدم جيدة هناك احتمال ثاني وهو وجود غازات في البطن الغازات في البطن مع الإمساك وإن لم يكن هناك الغازات ولا إمساك ولا أي شيء يبقى الاحتمال الثالث وهو الأكثر انتشارا وهو موضوع هذا الفيديو هو التهاب أو تضخم البروستات في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم طرق تخلص من تضخم البروستات أول شيء يجب عليك فعله يا أخي هو أن تأخذ نصف لتر من الماء نصف لتر من الماء الدافئ تضيف إليه ملعقة كبيرة من عصير البصل ثم تضيف كذلك ملعقة كبيرة من عسل النحل ثلاثة المكونات نصف لتر من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من عسل النحل وتحرك وتشرب على الرق بساعة واحدة قبل الإفطار على الرق يوميا وأكثر كذلك أكثر من شرب الماء في النهار وعند المساء ابتعد عن شرب السوائل بصفتين عامة تصل الثامنة مساء ابتعد عن شرب السوائل داوم على هذه العملية يوميا وفي المساء تناول كذلك حبوب القرع ومن الأحسن على معيدة فارغة حبوب القرع الإنسان يتناول حفنة دي الحبوب القرع على معيدة فارغة يوميا وبهذا تبدأ في استرجاع قوتك وتبدأ في النوم الجيد بدون لا كترة لا أعشاب ولا أدوية ولا أي شيء الماء الدافئ عسل النحل مع الليمون وفي الآخير أردت أن أشير إلى نقطة مهمة يا أخي المشاهد وهي ألاحظ أن بعض المشاهدين الكرام يركزون في الفيديوهات التي يشاهدونها على الأسلوب والإخراج وطريقة إخراج الفيديو وينسون المضمون تجد فيديو مثلا فيديو احتلافي بطريقة تصوير والمنتاج ولكن المضمون لا شيء وهذا الفيديو يحقق مشاهدات عالية بسبب ماذا؟ بسبب أن المشاهد يكمل الفيديو يتمل الفيديو حتى النهاية ويمسرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يا أخي يا أختي لا تغرركم المظاهر والكلام المعسول والكلام الحلو والمنتاج الفيديو ركزوا على المضمون ماذا يحتوي ذلك الفيديو؟ فمثلا أضع فيديو مهم الفيديو السابق تكلمت فيه عن طرق رفع المناعة وبعض المشاهدين الكرام ينقر على الفيديو ويخرج مباشرة عشر تاواني عشرين ثانية وينساحب رسالتي بطبيعة الحال للمرضى الذين يبحثون عن العلاج والوقاية وغير ذلك أما بالنسبة الذين يحبون التفهى والفورجة والصهارة فهؤلاء ليسوا معنيين أنا أتكلم عن المرضى الذين يبحثون عن العلاج أتكلم عن شخص مريض بمرضين ما ويبدأوا يشاهد الفيديو وذلك الفيديو ربما يهمه بنسبة كبيرة وبوصفة ممكن أن تكون سببا في علاجه ورغم ذلك لا يشاهد الفيديو لا يتمم الفيديو يشاهد خمس ثواني عشر ثواني وينساحب عن ماذا يبحث هذا الشخص؟ لهذا قل تركزوا رجاء على المضمون وليس الأسلوب المضمون أتمنى أن تصير رسالة وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته